لقى للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن جثث 350 شهيداً وتسعمائة مصاب وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية القدرة وفي تصريح له الخميس كشف عن ارتفاع عدد شهداء في القطاع إلى 17,177 من المصابين والمصابين إلى 46,000 منذ بدي الحرب على غزة مشيراً إلى مواجهة صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحة بسبب القصف المستمر وقطعي الاتصالات مؤكداً أن الاحتلال ما زال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي كما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن تصفية الخدمات الصحية في شمال القطاع سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحة ترجمة نانسي قنقر